بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وشركة TFT الحقيقة ان شركة TFT عملة سلاسة عروض ممتازة جدا يمكن اهمهم بالنسبة لي هو العرض الخاص بالحسابات الصغيرة الخمس تلاف والعشر تلاف تعال نشوف هذه العروض بشكل اوضح على تويتر الخاص بالشركة العرض الاول هو سبعتاشر بالمائة ونصف خصم تمام اضافة الى مية خمس وعشر بالمائة refund تمام هتكتب هذا الكود تمام العرض الساري حتى يوم تسعتاشر يناير الفين اربعة وعشرين العرض التاني خصم عشرة بالمائة اضافة الى سبعة وثمانين ونصف مشركة ارباح هذا العرض ايضا ساري حتى يوم تسعتاشر يناير اما العرض الخاص بالحسابات الصغيرة فهو خمسين بالمائة اضافة الى مية خمس وعشر بالمائة refund استرداد للرسوم يعني لو بتدفع مية هتحصل على مية خمس وعشر دولار ده العرض ده ساري على حسابات الخمس تلاف والعشر تلاف فقط لا غير حتى يوم واحد وثلاثين يناير فلو انت عاوز تجرب هذه الشركة تقدر تجربها في الحسابات الخمس تلاف والعشر تلاف لا ارشح الحساب الخمس تلاف الخمس تلاف هيكون تراجعه بسيط جدا ويكون صعب للغاية خليك في العشر تلاف لو قدرت تدخل في العشر تلاف مافيش اي مشكلة الخمس تلاف المدة مفتوحة فلو انت عاوز تشتغل في الخمس تلاف ما عندكش فلوس غير حساب الخمس تلاف مافيش اي مشكلة بس اشتغل بلوت سايز بعشرة سنت او عشرين سنت واشتغل واحدة واحدة ماحدش بيجري وراك تماما تحمل تلات شهور شهرين اربع شهور زي ما تيجي المهم اللي انت تعدي حساب الخمس تلاف ويبقى معاك فلوس ان شاء الله هي بس ايه هتتأخر عننا تلات شهور اربع شهور لكن بعد كده الدنيا هتكون باذن الله جميلة ومشرقة ان شاء الله معاك سواء الخمس تلاف او العشر تلاف بس يفضل العشر تلاف تمام ده الكود ده هتستخدمه حتى يوم واحد وثلاثين يناير الفين اربع وعشرين بيعيب هذه الشركة الانزلاقات السعرية وليس هذه الشركة في حسب وانما اغلب شركات التمويل هتجد انزلاقات سعرية في جميع المنصات او في اغلب المنصات علشان فيه اصدقاء اشتكوا من مسألة الانزلاقات السعرية الانزلاقات السعرية في كل الشركات او اغلب الشركات تمام فتعود دائما على ضبط حجم التداول الخاص بك تمام وخصوصا الانزلاقات السعرية دي بتكون اكترها في ايه اكترها بتكون في المؤشرات والدهب اكتر حاجة فيها انزلاقات سعرية في جميع المنصات او اغلب المنصات هتلاقيها في المؤشرات والدهب تلاقي نفسك لو بتشتغل في الدهب او المؤشرات وتركت الصفقة ممكن ان يحلص اي خبر فيحلص انزلاق سعري يعني ايه انزلاق سعري يعني السعر ما بيشوفوش وبالتالي اه لو انت عامل استوبلوز خلاص حسابك خسر حتى لو انت عامل ايقاف خسارة تمام انزلاقات سعرية بتبقى اه اسعار فولاتيلة عالي جدا في السوق نتيجة لخبر ما وبالتالي هو مش هشوف الايقاف الخسارة او حتى اه التيج بروفة اللي انت وضعه تمام فخلي بالك وتجنب مثل هذه الانزلاقات شكرا جزيلا والتوفيق ان شاء الله وهتلاقي في الديسكريبشن كل المعلومات الخاصة بهذه الشركة شكرا جزيلا